جرت عملية إحراق حوالي نصف مليون من مخدر قراس الهلوسة الخطيرة التي حجزتها السلطات المغربية بميناء طنجة المتوسط العملية التي أشرفت عليها لجنة مختلطة تحت إشراف النيابة العامة بالمدينة وتمت بإدواحي جماعة قزنايا غرب طنجة تم خلالها أيضا إطلاف أطنان من مخدر الشيرة إلى جانب الآلاف من علب السجائر المهربة وهي مخدرات وسجائر تم حجزها في عمليات متفرقة بالميناء المتوسط خلال العام الحالي تقوم إدارة الجمارك بميناء طنجة المتوسط بإطلاف كميات مهمة من المخدرات السجائر وكذلك المؤثرات العقلية تحت إشراف سيد الوكيل المالك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة وكذا الحضور الدائم للسلطات المحلية بإطلاف الكميات الآتية بالنسبة للشيرة يتم إطلاف أكثر من 15 طن من هذه المادة أقراص المهلوسة أكثر من 500 ألف قرص بالنسبة للسجائر أزيد من 3300 علبة من جميع الأنواع أي أنواع السجائر المحجوزة لدى هذه المديرية